بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله أبناء طلاب وطالبات الصف الثالث ثانوي في مقرر التربية الصحية والبدنية رقم اثنين موضوع درسنا لهذا اليوم رح يكون إن شاء الله في وحدة كرة اليد لعبة جماعية أكيد عندكم تصور عنها وأخذناها في مراحل سابقة موضوعنا رح يكون التمرير من مستوى الركبة الحوض الكتف الرأس فوق الرأس والتمرير البنادولي أو التمرير البنادولية نذكر دائما بأهمية ممارسة النشاط الرياضي سواء كان لعبة جماعية مثل كرة اليد أو لعبة فردية مثل كرة الطاولة أو لعبة زوجية مثل ألعاب التنس سكواش الريش أيا كانت اللعبة أو نتكلم عن ألعاب المضمار أو مثلا لعبة السباحة أو الجري حور الأهم أي أن كانت الرياضة حتى لو عدلت في قوانينها أو أدواتها الأهم أنك تكون ممارسة ترفع مستوى اليقتك القلبية التنفسية وتحسن صحة عقلك ومزاجك وبعد ذلك تحافظ على وزنك الصحي المناسب تقيك من أمراض عدة كأمراض السمنة والسكري وأيضا بعض أمراض القلب كفان الله وإياكم شرها وتجعلك قادرا على ممارسة جميع أنشطك خصوصا الرياضية لا يوجد نشاط رياضي محدد أوصي أكيد بممارسته ولكن الأهم أن تمارس الرياضة طوال أيام حياتك حتى تنعم بحياة صحية بعيدة عن الأمراض وتعيش دائما بأمان وسلام ماذا تعرف عن كرة اليد؟ هي لعبة جماعية يبلغ عدد لاعبيها سبع لاعبين عندي شوطين مباراة رح نتكلم ومفند في القانون بشكل أكبر إن شاء الله في أحد دروس القانون والأهم من ذلك أن يفوز الفريق الذي يسجل أكبر عدد من الهداف كرة اليد تشابه كرة القدم مثلا في عدد الأهداف المسجلة عندي مرمى وعندي حارس وعندي لاعبين لكن اش تختلف أنها تلعب باليد ولها قوانين مختلفة مدة الشوط الواحد ثلاثين دقيقة يتبادل فيه الفريقين اللعب وبعد ذلك تسجيل الأهداف في المرمى ويوجد حارس يثود عن مرمى أكيد لمنع الأهداف ويوجد أكيد مهاجمين وست لعبين في الملعب والسابع هو الحارس حتى يكون لكل فريق سبع لعبين لا تبدأ المباراة إلا بهم طبعا لازم نعرف أنه لها قوانين جدا صارمة وحتى دائما نتميز في المهارات لازم نربط المهارة بالجانب القانوني حتى نرتقي دائما بمستوانا وجانب القانون إن شاء الله رح نختم فيه وحدتنا يا أبطال مهارة التمرير أو مهارات التمرير في كرة اليد تأكد أنها من أهم المهارات في كرة اليد لازم نتعلم التمرير لازم نتعلم المشي أو التنطيط بالكرة ولازم نتعلم التصويب ثلاث مهارات أساسية تتعلمها وتربطها بالجانب القانوني ترتقي بمستواك بإذن الله كلاعب كرة يد التمرير من مستوى الكتف والحوض والركبة والرأس وفوق الرأس والتمرير البندوري لكل نوع منه أنواع خاصة أو أنواعها أو وصف فني خاص به يتحدد بهدف استخدامه تعلمنا في الصفوف الدراسية السابقة مهارات كرة اليد الأساسية وسنسترجع في هذه الوحدة عددا من المهارات مع المزيد من التطبيقات العملية والمعرفية لمهارات وقواعد ذياضة كرة اليد تأكد دائما التمرير عندي أكثر من شكل لكن متى يكون تحديد التمرير من مستوى الكتف من مستوى الرأس من فوق الرأس خلف الرأس متى تكون بندولية متى تكون كرباجية شكل التمريرة ما تختاره بشكل دائم لماذا؟ لأن شكل اللعب أحيانا يختلف من مباراة لأخرى ومن هجمة إلى أخرى فأنت تمرر زميلك بناء على الوضع اللي كان أوساء في الملعب والله يحتاج زميلي تمريرة طويلة أكيد أني ما راح أستخدم التمرير البندولية ولا تستخدم في المسافات القريبة راح أستخدم أكيد تمريرة من خلف الظهر حتى أوصل الكرة إلى زميلي إلى أبعد نقطة في الملعب لذلك لازم نعرف استخدام التمرير أو استخدام التصويب أو شكل التمرير أو شكل التصويب دائما يختلف حسب موقع اللعب في الملعب أو حسب شكل الهجمة لذلك يجب علينا تعلم جميع مهارات التمرير التمرير في كرة اليد من أهم المهارات الأساسية مثل ما ذكرنا هو مثلث يتكون من تمرير وتصويب وتنطيط تمرير من أهم المهارات الأساسية وهو نقل الكرة من حيازة اللاعب المستحوذ عليها تبقى لطبيعة اللعب والظروف التي يفرضها الموقف المتشكل مستخدما في ذلك أي من أنواع التمريرات التي تحقق الهدف هنا لاحظ تركز معي على كلمة تحقق الهدف فما ينفع أنا عندي ملعب هنا كرة يد لاعب يقف هنا ولاعب يقف هنا أختار نوع مثلا تمرير بنادولي وهذا لا يصح لحاول أختار التمرير المناسب ستكون أكيد من خلف الظهر حتى تصل إلى زميلي إلى أبعد نقطة وأكيد ما يصح أني ألعب تمرير طويلة جدا وزميلي بجانبي أو الزملاء بجانب بعض فنختار دائما التمرير التي تحقق الهدف من كل هجمة وتعدد المسميات والتصنيفات لأنواع التمرير في كوترياد وتعد مهارة التمرير من أعلى هي الأساس لجميع أنواع التمرير وأكثره استخداما في الأداء وملاءة للتمرير القريب والطويل وكذلك في التصويب ومن أهم أنواع التمرير قبل أن نذكر أهم أنواع التمرير لازم نعرف يا أبطال أن أثناء التمرير أحيانا يوجد قاعدة مهمة إذا كنت متقدم في اللعب وغرضك من التمرير مضيعة الوقت أو إضاعة الوقت في كرة اليد فهناك قانون يمنعك من ذلك في إشارة من الحكم تبين أن اللعب سلبي فإضاعة الوقت ليس في كرة القدم لك الحق أنك مثلا تضيع الوقت زي ما تبيح حتى تنتهي مباراة لكن في كرة اليد هناك إشارة لعب سلبي يرفعها الحكم اتجاه اللاعب وبعد ذلك تأخذ الكرة وتعطى للفريق الآخر لذلك احذر من استخدام التمرير في هذا الجانب عندي أهم أنواع التمرير في كرة اليد نوعان أولا التمرير الكرباجي فما المقصود به؟ التمرير من مستوى الكتف والتمرير من مستوى الرأس يتشابها من حيث المواصفات الآداء الفني للمهارة من الارتكاز أو من الجري ويسمى التمرير الكرباجي التمرير الكرباجية أو الضاربة وهي من أهم أنواع التمرير وأكثرها اقتصادا ومن أهم مميزاتها هي الحركة الضاربة للذراع ويمكن تقسيمها اعتمادا على مقدار الارتفاع الذي تخرج منه الكرة إلى المستويات التالية التمرير الكرباجي من الارتكاز بعد استقبال الكرة تنقلها اليدان إلى ارتفاع مستوى الكتف ثم تترك في قفضة اليد الرامية باختصار لازم نعرف أن مستوى الكتف يختلف عن مستوى الرأس رغم الفرق البسيط بينهم ثاني الذراع الرامية من مفصل المرفق الإعداد لمرجحة الذراع الرامية وتشير راحة اليد الحامل الكرة بصورة ثابتة دائما إلى الأمام مائلة للأعلى تقوم الذراع الرامية بإتمام حركة المرجح للخلف ويتوقف مداها على مسافة التمرير أي إذا كنت والله واقف هنا وزميلي هنا أو زميلي هنا راح تختلف حركة اليد بدورانها الخلف حسب مسافة الزميل المتوقف عني عندما رجحت الذراع الرامية للخلف توضع الرجل المعاكسة أماما للإرتكاز على مشت القدم لف الجذع من الجانب إلى الخلف حتى يصبح محور الكتف مقاطعا لمحور الحوف تتم عملية التمرير عن طريق الدوران للجذع والقدم الخلفية مع الحركة الكرباجية للذراع الممرضة ثاني الجزء العلوي أو الذراع الرامي تستكمل حركتها حتى الجانب الآخر للجسم مع نقل القدم الخلفية الأمام وهذا ما يسمى بالمتابعة تنقل القدم الخلفية للأمام بعد أداء التمرير ثاني الجزء العلوي من الجزء ثانيا خفيفا مع اتجاه النظر نحو الكرة نظر اللاعب دائما يكون اتجاه الكرة ودائما يوجد ثاني بسيط بعد أداء التمرير أو أثناء أداء التمرير للأمام التمرير من مستوى الكتف من الجري التمرير الكرباجي من الحركة تقريبا يشابه ولكن يكون من الحركة استقبال كرة باليدين وتنقل في يد واحدة اللي هي اليد الرامية تسحب الكرة إلى الخلف مع ارتفاع إلى مستوى إما الكتف أو الرأس أو أعلى الرأس حسب التمرير مع الجري ويتوقف مداها على مسافة التمرير المرجح ثم الرمي عندما تكون الرجل الأمامية مفرودة وكتف الذراع الرامية والكرة في الخلف يقوم الجذع بحركة دوران بسيطة ناتجة عن حركة الجري أماما يتمسح ذراع الرمي الممثنية بسرعة وباستقامة إلى الأمام مع تجنب لف اليد بأي صورة من الصور والعمل على نقل القوة بكاملها إلى الكرة مع سحب الذراع الرامية تقدم الرجل المتأخرة في نفس الوقت وذلك دون إيقاظ حركة الجري لازم نعرف الفرق يا أبطال تمرير الكرة من الثبات أو تمرير الكرة من الماشي أو الجري متى نستخدم هذه متى نستخدم هذه حسب مدى الزمير أو وقفة الزمير طبق الجانب الفني مثل ما ذكرناه في الخطوات قبل قليل ورح نستعرض فيديو يبين لنا كيفية أداء مهارة الكرة الأهم دائما أننا لازم نعرف أنه تحديد التمرير من الكتف الرأس أثناء النعب ما أفكر في هذه أنت على طول رح تعرف طريقة التمرير بناء على الزميل المتوقف أمامك نشوف هنا شكل التمرير نشوف كيف قدم خلفية قدم أمامية نشوف كيف دوران اليد لاحظ كيفية بداية خروج الكرة من مفصل الحوض بعد ذلك نلاحظ من مستوى تقريبا الرأس أو ما بين الرأس والكتف هنا نلاحظ تقدم قدم بعد ذلك تقدم القدم الخلفية أثناء أداء المهارة وهذا ما يسمى بالمتابعة في كرة اليد نلاحظ هنا نشوف تقريبا مستوى الرأس أو فوق الرأس وبعد خروج الكرة تقدم تقدم الخلفية للأمام نلاحظ كيفية دوران اليد خلف الظهر نشوف حسب مسافة الزميل لو كان مثلا الزميل بعيد أكيد أني راح أمرجح يدي بشكل كبير جدا التمرير تستخدم غاربا في المسافات القريبة والمسافات البعيدة أيضا فنتحكم بالمسافة حسب الهدف من التمرير ويتحقق الهدف حسب أكيد مكان زميلي المتوقف في الملعب نشوف هنا كيفية مسك الكرة بيد واحدة لاحظ يد واحدة اليد الأخرى هنا تحاول حماية الكرة خصوصا أنه أثناء التمرير في كرة اليد راح نلاحظ منافسة على الكرة بين لاعبي الفريقين فأكيد أنه اللاعب الفريق المنافس لن يجعلك تكون مرتاحا حتى تؤدي المهارة عرفنا الآن التمرير الكرباجي من مستوى تقريبا الحوض والكتف والراس وأيضا فوق الراس وشوفنا كيف يتم التدرج في أداء المهارة من اللاعبين التمرير البندولي يعتبر الأداء الفني للتمرير البندولية من المهارات المتقدمة في كرة اليد أي يتعلمها اللاعب أكيد بعدما يتعلم بعض مهارات التمرير وتستخدم التمرير البندولية للتمرير القصير نلاحظ هنا لا تستخدم التمرير البندولية إلا للتمرير القصير وتعتمد على مرجحة الزراع بحركة بندولية باتجاه هدف التمرير وتكتسب التمرير دقتها المناسبة كنتيجة الانثناء الساعد على أعلى الزراع وتوجه رسغ اليد للكرة ويعد التمرير من مستوى الحوض والجانب من أكثر استخدامات في التمرير البنادولي تكون التمرير البنادولية بالشكل هذا اليد تكون بالشكل هذا تتحرك لذلك سمي التمرير البنادولية وتستخدم في المسافات القصيرة يستخدمها اللاعبين أكيد للتمريرات السريعة فيما بينهم وتعتبر مرحلة متقدمة لأن طريقة أداءها تختلف ليست من مستوى مثلا الكتف الرأس مثلا ما ذكرنا تو بل تكون غير ذلك أنواع التمرير البنادولي من مستوى الحوض للأمام أو للخلف للأمام توضع الكرة في اليد الممررة للجانب المرادة التمرير منها أي بالشكل هذا تشوف اليد تكون حسب المكان أكيد اللي راح أمرر فيه مرجحة الذراع الرامية خلفا بارتخاء ثم للأمام بسرعة بسرعة حركة البنادول عندما تمر الكرة من جانب الجسم يتم دفعها وتوجيهها برسغ اليد يفضل أن تقدم الرجل المعاكسة للذراع الممررة أما للخلف مرجحة الذراع من الأمام إلى الخلف بحركة سريعة وللتمرير خلفا برسغ اليد تؤدى من الثبات أو من الجرية تجه باطن كفر يد الممررة إلى أعلى بعد عملية دفع الكرة بالرسغ تعتمد المهارة بشكل كبير على مفصل الرسغ فتكون الحركة بالشكل هذا لما أحاول أمرر تكون الحركة بالشكل هذا تكون الحركة تصدر من مفصل الرسغ أكثر لازم نعرف أن أستطيع تمريرها للأمام للخلف وأيضا للجانب الكلام المهم هنا يا أبطال أن الحركة تكون بطيئة عند عودة اليد للخلف وتكون سريعة عند آداء التمرير وتستخدم مثل ما ذكرنا دائما في المسافات القصيرة تمرير من خلف الرأس ترفع اليد إلى مستوى الرأس كما لو كانت ستؤدى تمريرها كرباجية مع تحريك الكرة للخلف والجانب ويتابع جذع اللفة للجانب نفسه مثل ما شفنا هنا حسب اتجاه الكرة تتأرجح الذراع الرامية لتمرير الكرة خلف الرأس للزميل الجانبي المجاور مع مراعاة دوران كتف الذراع الرامية خلفا وعدم انثناء الرأس للأمام الرأس ما ينثني ونلاحظ هنا مستوى الرأس ونلاحظ هنا دوران الجذع للخلف حسب اتجاه الكرة يتم دفع الكرة مع حركة نترى الرزق وتسهم الأصابع في توجيه الكرة أما إذا كانت تمرير للجانب توضع الكرة في اليد الممررة للجانب المراد التمرير منه بالشكل هذا نشوف أول شيء استعداد بعد ذلك الخطوة الثانية نلاحظ تمرير الكرة للجانب بعد ذلك المتابعة بعد خروج الكرة المتابعة بعد خروج الكرة باليد توضع الكرة في اليد الممررة للجانب المراد التمرير منه والذراع مرتخيا تبدأ اليد بالدوران مع الفرد ويكون المرفق لأعلى لاحظ هنا يكون المرفق لأعلى وبعد ذلك الكف باطنه متجه للجانب حتى مستوى الحوض دفع الكرة بنتر قوي من الرسخ إلى الجانب مع متابعة حركة باطن الكف يتجه لأعلى بالشكل هذا يا أبطال تمد اليد اليد ما تكون شادة تكون مرتخية الأهم اليد تكون بالوضع الجانبي بالشكل هذا تكون التمريرات غالبا استخدامها مو أنا أختار والله أنا اليوم بمرر جانبي أبغى أم لا أنا أختار التمرير الجانبية أو كانت خلفية أو كانت أمامية نتكلم الآن عن التمرير البنادوري أي شكل من أشكال التمرير أنه اختيار التمرير بناء على موقف اللعب حتى يتحقق الهدف من الهجمة تمرير من مستوى الركبة بعد استقبال الكرة يتم أخذ وضع الطعن للجانب الأمام الواسع تسيطر اليد الممررة على الكرة وتقترب من الساقين تمرر الكرة إلى الجانب إلى الزميل المجاور بين الساقين وذلك بنتر الكرة من الرسخ نلاحظ جميع المهارات التمرير البنادوري يكون من الرسخ الأبطال اليد الممررة تكون معاكسة للساق الأمامية التي يتم الطعن بها معناتها اليد اللي تمرر تكون الساق الأمامية دائما يتم الطعن فيها أي بالركبة حتى يتم تأدية المهارة بشكل جيد نلاحظ هنا هذا التمرير البنادوري اللي نقصده نشوف كيفية الدوران اليد شوف كيفية الذراع الخلف وبعد ذلك خروج الكرة من مستوى الحوض نلاحظ المسافة جدا قريبة بين اللاعبين نلاحظ خروج الكرة من مستوى الحوض أو حتى من مستوى الركبة كلاهما أداء صحيح ما نحاول نفكر بالمستوى أثناء اللعب نحاول دائما استخدام التمرير بشكل صحيح نلاحظ هنا بشكل بطيء كيفية خروج الكرة نلاحظ متابعة اليد وحركة شكل اليد بعد خروج الكرة هنا للأمام قلنا أن تتجه باطن اليد إلى أعلى نلاحظ هنا تطبيق المهارة بشكل صحيح نلاحظ بعد أداء التمرير متابعة توجيه اليد بشكل صحيح ختاما دائما تذكر معرفة القانون ومعرفة الجانب المهاري وربطهم فيما بينهم وتطوير نفسك في جميع المهارات حتى تصبح لاعب كرة يد جيد أستودعكم الله الذي لا تضيع دائعه في أمان الله